السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبي ومتابعي عاد الفتح في كل مكان. اسعد الله وابقاتكم. لا تنسوش اللايب عشان خطر. الفيديو ده مهم. انا عايز الفيديو ده يوصل لأكتر ناس. عندنا يا جماعة الخير النهاردة يعني نهاردة لك لمنتخب قطر خسر امام السنغال تلاتة واحد بالامس. ان شاء الله البركة النهاردة في المملكة العربية السعودية خرج منتخب عربي كده من الاربعة. اصبح لنا تلات منتخبات. ان شاء الله النهاردة المنتخب السعودي في الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة يقدر يستطيع يفوز على بولندا ويصل الى الدور الستاشر دون انتظار المباراة الاخيرة اللي هتجمعه مع المكسيك. نخش بقى يا عم عدل عشان موضوع قطير. طلعت عبير ووضحت الصورة وعبير من الشخصيات المحترمة اللي انا بعتز بها على هذا البرنامج خلقا وادبا وكل شيء. انسانة متربية وانسانة بنت ناس وبنت حسب ونسب وبنت اصول طيبة. وبنت الاعراق المصرية المنزوجة. بنت الحضارة المصرية الاصيلة. اللي قالت ان انا اه يعني مش هقول انا اكتب مش. انت هتطب. لا يا عم انا بقالي هو السنة ساكي. وقافل حانكي. هطب اللي وما بذكرهاش والله. وربنا يعلم. وانا كنت اعرف ان هي السندوق الاسود. اللي لو قالوا معانا يوميات زمن الطيبين. اللي انا بعتز بها جدا جدا جدا. وهقول لكم على اضق التفاصيل وربنا يعلم وهي موجودة. وتقدر تقول لي انت كذاب. لان ما كنتش هتكلم. غير طبعا هقول الكلام المسموح ان هو يتقال. اه انت كذاب. وربنا يعلم عن لا انا بقول. نخش الاول لمادام عبير. وضحت كل شي. وهنا بقى اللي نقوله ان مادام عبير ده هي اللي قالت تمتلك نص اسبانيا واقفت حالها ورشلتها لا حولها ولا قوتها الا بالله. والمزرعة بتاعتها يعني انا بنص بليار دولار يعني. اولا زوكا المحترم ريتشارد زوكا شخصية مرموقة. ومنصوبه حساس جدا جدا في الدولة الاسبانية. وما كانش ينفع ان احنا نتكلم الكلام ده ونصور ونعمل من الخلف ونصوره من هنا. ده ايه عيب يعني. واولاتها بسم الله ما شاء الله عندها اه الطيار وعندها البنتين زي العسر ربنا نخلهم لها انجل ومونيكا واييفا ربنا يخلهم لها ويفرحها بيهم ان شاء الله. اه قالت ان انا مؤمنة. حطوا متخطة احمر يا جماعة. شوفوا اللي كان عايز يلعب وزي صندرة وزي ماريا واللعب والهجس في المتهجس. وشوفوا الكسب والبوتان اللي هي وضحته. انا مش هزايد على الكلام اللي هي قالته. لان هي وضحت كل شيء. وضربت زي ما بيقوله الزلزال. وانا اعلم. وهذه رسالة لمن يهمه الامر. انا اعلم جيدا. ما تمتلكه. مدام عبير من حاجات. انه في الاحالين سبتها. اه سيدة كلاسليدي سيدة بنت ناس محترمة جدا. هنا. انا بقول لو الناس عايزة تفهم. وانا هتكلم على يوميات الزمن الطيبين والله اقسم بالله العظيم. يوميات زمن الطيبين. ام عبد الرحمن ما تعرف. برغم انا بتواصل معها وهي بتعتبرني ابوها واخوها وخالها وعمها. كل شيء. اه. ايه. 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 ايه محسنين. انت عايز محسن يدي في السنالك. وام محسن هتقول لكم دليلها على وجود الزوج في الفلة. اصل ممكن ام محسن تبقى هناك في بردو. يعني ممكن تبقى جارته. بجوار سندرة. هي هتقول لكم دلوقتي مش كده يا ام محسن. هي بتضحك بتتعمل لي كده. لا مش هقول لها انت هتقول يا ام محسن. فهنا لو لو وخاصة مع يوميات زمن الطيبين. عندك شجاعة. يا مختربة تطلعي تعتذري لمدام عبيد. وتطلعي تعتذري ليوميات الزمن الطيبين ام عبدالرحمن وام عبدالله. لان لو انتم شفتوا الكلام قلت لك ساعة مصهرنا. قالت انا هتلع بقى وانتم اصهروا مع بعض. يا فيه ايه يعني? يعني ايه? ماشي يا جماعة الخير? والكلام اللي ميتقال ولوك لوك 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 لوك. وحاجات كتيرة جدا على الناس اللي في المملكة العربية السعودية. تقطع لها يعني مش عايزة اقول. طبعا الكلام اللي هي قالته? اه. اهدار دم. كلام اللي قالته عبيد. ده اهدار يعني مش عايزة انا اخد فيها علشان ما يقولوش انت داخل تشعل لها والله العزيز. وتشهد مدام عبيد انه عمر الثاني. وبرضو يا مدام عبيد ياريت في جملة بسيطة تطلعت قوليها عمر مكان بينه وبينها كلمة واحدة تخص رضا او تخص مدام هناء غير لما قلت لها ادو الناس طيبين وكده وانت كالترخيلك وقمت بالضيافة على اكمل واكل وكلام من ده. بس انت اه انا استغراض. انهم يعني كده يعني. فهي والله والله والله. والله على ما اقوله شهيد. عمرها ما تكلمت. فحقهم اي كلمة غير انها كانت يعني زعلانة وكده وخلاص. ان هي يعني اتفسر تفسيرها خطأ وكلام من ده. وكانت احد الاسباب او عايزيني شيلوها الشيلة. لدرجة انا قلت لها انت فيديوهاتك تشالت يا مادام عبير. هي شالتها ليه? قالت لي ما تكلم. انا اللي قلت لها اشتلي. قلت لها خلاص وانا احترم خصوصياتك طاصة من بالله ما قلت لها انت قلت لها تشتليها ليه? ومادام عبير موجودة لان انا بحبش الله والعجل. علاقتي مع اي انسان بتبقى علاقة بعيدا عن اي خصوصية في حياته فانا زي ما بيقوله يعني ما بدخلش في الحاجات الخصوصية. انما بالنسبة لام عبدالرحمن لا. انا ام عبدالرحمن حاجات كتيرة جدا وحتكلم عليها. وانا واعوذ بالله من قلت انا. ويشهد الله وترد عليه يا ام عبدالرحمن. عتبت ام عبدالرحمن من عشرة ايام عتاب لو ابوها ما يقول لهاش الكلام ده. وتخلقت معاها وزعقت لها وقالت لي انا انفجرت. انفجرت انا قلت لها طب عشان خطر. تقول لي لا عشان خطر. عشان خطر. عشان خطر يا ام عبدالرحمن. عشان خطر الحاجة. والدت. اللي هميني كل تقدير وكل احتراق. عشان خطر خواتك. عشان خطر عادل فتح. مش انا ابوكي واخوكي وعمك وخالك تقول لي انت. طبعا. قلت لها طب انا بقول لك لأ. ولو حصل كذا كذا. انا اللي هقول لك. تصمن بالله ازا حصل وتطلح تكذبني. قالت لحاطة. لان ام عبدالرحمن يا جماعة الخير احنا بدأنا سوا. للناس المرضى. النفسيين. احنا بدأنا سوا. ولما بدأنا سوا كانت ام عبدالرحمن بتعمل تحدي اكل. مع واحدة مسلا في المغرب. مع واحدة في الجزائر. قال لقى جايبة مت مشاهدة متين مشاهدة. فانا رجل خابير متقبر. قلت لها ام عبدالرحمن قناتك كده مش هتمشي. قالت لي طب ليه? ليه يا استاذ عادي. العمرة ما تقول لي يا استاذ عادي. قلت لها لقين ايه طالما ان انت معلتيش. لاصول مسلا متين. وبعدين ربعمية وبعدين سبعمية وبعدين الف. يبقى انت عمرك ما انت متحرك. قالت لي طب اعمل ايه? قلت لها غيري. فقالت لي طب قول لي. قلت لها ايه رأيك تبقي خناة نقد. قالت ليه حرم عليك. لا ما ينفعش. وكده لا انا ما ينفعش ابدا اكون خناة نقدة يا استاذ عادي. فالمهمة قلت لها طيب غيري. فالمهمة غيرت باسم الليها ما شاء الله وعملت الفلوجات اللي بتشوفوها والتصوق ده والجميل. والله والله على ما اقوله شهيد. والله وحيات عيالي الاربعة. واحفاد العشرة. انك يا ام عبدالرحمن جاء على هذه القناة سبيل. وان الاماكن اللي بتروح تصور فيها بيبقى فيها ناس بسطاء جدا. هي الاصل لو تاخد يعني الممكن محل العطارة لو عايزة خمسمائة ريال يديها ده بتعمل له دعاية. لا لو لقت حد برة تاخدها وتبز فيها وتقعد بطبيطها المرأة المصرية الطيبة وتعطف عليها وتديها من معاها. بل انا يشهد الله وانها كانت تحسيني على فعل الخير دائما. انها في ناس في مصر لهم شهرية وبتدهالهم اصحاب مرض وامراض خطيرة والناس بتجيب علاج وكلام من ده لوجه الله دون الافصاح. وهي مكادش تقول لي كنت انا اللي فجاهة تقول لي مين اللي قالك اقول لا العصفرة قالتلي. لا والله لازم تقول لي اقول لها محسين. تقول لي اطعم محسين ما احنا. فهذه المرأة انا بعتز بيها. وبتشرف بيها على فكرة. وكن بنا ميساق وعهد. اول ما اتعرفنا او بقينا مع بعض. هي الاول يعني مش معايا على طول يعني ممكن بالشكل. ازايك يا استاذ عادل الحجة زيها الاولاد طمينة عليكم تمانا. انت برضو ازايك يا امو عبد الرحمن ترد عليها بعدها بسبوع. مش تواصل يعني ان احنا لا ده ممكن بالشهرين بالتلاتة كل مادة. ولكن لو في حاجة او عندها اه اه حاجة معينة في البلد او في اه او في القناة او في اي شيء. ممكن نقعد بالكلام بس كده بال بالرسائل. مفيش والله عمري في حياتي ما هتفتها تلفون. بالرسائل نفضل ونترسلوا بالساعة وبالاتنين اللي حدا ما نصل الى حل. دي امو عبد الرحمن. فهي اعتبرتني اه ابوها واعتبرتني اخوها واعتبرتني اه خالها وعمها وعلشان كده خدنا معهد ومساق شرف. كانت قناتها خمس تلاف وانا قناتي اربح تلاف. فقلت لها بص اللي اكبر فينا ما ليش يدعو بالتاني. ولا عمري في يوم. نقوله لبعض. ارفع لي ولا ارفعلك ولا نتكلمه في امور اليوتيوب نهائيا. احنا بنتكلمه الاولاد زيهم وعارس بنتك وجوز بنتك وانت الاولاد والحجة. اه الدين مش عارف ايه وكلام والبنات عاملين ايه والاحفاد وتمام. والبرتقان السنة ده عامل ايه واللمون. يعني سبحان الله عشرة زي ما بيقول. قلت لها ان شاء الله لما تنزلي. ويبقى معاك الاولاد وكده. لازم تيجي يا امو عبد الرحمن وتكون في الحجة لاني انا اولاد البنات بيموتوا فيها. والحجة بتحبها جدا. واحنا نعتبر اسرة. برغم ان احنا لم نلتقي بعد الى الان. وربنا يعلم هلها زي. وقفت لامو عبد الرحمن وقلت لها علشان خطري. علشان خطر. وهي كبرتها. وانا بقول لك يا امو عبد الرحمن. ايه دي انت خالص? وايه? وافي. لحدة ما يتم تصعيد. انما يأولوا هزه المرأة الطيبة. الصابرة. باي كلام اه غير صحيح. وهي تقول لي اقسم بالله يا استاذ عادل. عمر في حياتي ما كلمت. حد على اليتيوب غيرك. ولا عندي يعني ما قالتلي لا. انا مفيش ما ينفعش لاني انت من اول يوم. وانت بالنسبة للأب والاخ والخال والعمل. دولة اللي عايزين يعرفوا ايه علاقتي بيوميات زمن الطيبين. اللي هي ام عبد الرحمن. اللي قال والله والله والله. اللي قالته على مغتربة. والحساب والله على ما اقوله شهيد. وربنا قادر. الحساب وكذا والحساب كذا. ورقم التليفون كذا. وده كذا. والهنكة قال كذا. وزيارة فرنسا. ولما الناس مش عارف ايه رحوا من السعودية والدنيا الدربكت. والله وحيات عيالي الاربعة. لم تصرحوا بيه. ولم اعلمه غير لايف. وهي بتقوله على القناة. لان انا قلت لكم المشاكل احنا مناش دعوة باليوتيوب. والله ما اعلمه. ولا قلت هولي. الناس يقولك ده كاني وانتو عاملينها والاشرار بقى. اتجمعوا كلام من ده. والمرة الجاية هبقى قولكم برضو على حاجات كتيرة جدا وخبايا كتيرة جدا. في خصوص موضوع مختربة بس بعيدا بقى على خلاص كده مدام عبير انتهى وام عبد الرحمن يومية زمن الطايلين خلاص. انا ماليش كلام بقى معهم غير بقول بقول الزوج يكون عنده الشجاعة الادبية انه يطلع يعتذر. والزوجة مختربة تطلع وتعتذر لمدام عبير. وبقول ام عبد الرحمن رسالة من اخوكي وابوكي وخالك وعمك. ما تتعمليش اي شيء الان زي ما احنا نتفعين. كل التحية وكل الاحتراب لمحبي ومتابعي عاد الفتح في كل مكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.